بسم الله الرحمن الرحيم أعزائنا الطلاب أصعد الله وأوهاتكم بكل خير نواصل في الوحدة الثلاثاشة اللي هي يريد ثلاثين ليفل تو والحص الدرس السابق تكلمنا عن نيجل في المكتب يعني الحاجات اللي العمل بعملها دائما وغالبا وهكذا يعني present simple الآن نيجل at holiday يعني نحن نتكلم بصيغة present continuous لأنه الآن في holiday لأنه present continuous دائما ذكرنا قبل كده بيستخدم to describe something is happening now دائما نيجل الآن نشوف نيجل متصل عليه مديره بالشغله وهو في holiday معه أسرته نشوف نيجل and Bill مرحبا مرحبا نيجل نيجل إنه بيستخدم بيستخدم بك حياتك اوه مرحبا بيستخدم بخيب بها مرحبا أول شيء أول هل تستمتعون جيدا نعم 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 هل تستمتعون في الوحدة؟ لا نحن 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 في المنزل مع مباشرة ببنى المنزل مرحباً، وإنكتاك، هم تحبينها؟ آه، نعم، المنزلون في المنزل الآن، هل تستطيعهم؟ أستطيع، وإنكتاك وإنكتاك تحبين؟ نحن، نحن نسيتا بحاجة في المنزل، إياه، هل تستطيعون أورا؟ فقط أرهم، وإنكتاك من تحبينة Mipunان فتستهدى، وإنك تواني قد أموم متزر مرضي ما هي المشكلة؟ حسنا شكرا